قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم تقديم مواجهة شبيبة القبائل أمام هلال شلغوم العيد إلى تاريخ السابع عشر ديسمبر الحالي عوضا عن الثامن عشر من ذات الشهر قرار تأجيل اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة جاء بناء على طلب إدارة كاناري التي تقدمت به كون الكاف برمجت لقاءها أمام الفريق الإسواتيني يوم العشرين ديسمبر ليأتي قرار الرابطة ويريح إدارة ياريشان